طيب بشواندس لما نيجي نقول أنه حصل يعني نوع من أنواع التشجير بشكل المختلف اللي احنا شايفينه في الفترة اللي فاتت ولكن مبادرة جديدة بهدف زراعة عدد مختلف من الأشجار احنا هدفنا كان في المبادرة المراتية احنا كمؤسسة زراع الشجرة للتنمية الاجتماعية كان لنا دور كبير قبل كده طبعا المبادرة الرئيسية برعاية فخامة سيد رئيس الجمهورية 100 مليون شجرة انطلقنا لثلاث محافظات بمحافظة الفيوم لؤسر سهاج وزرعنا المليون ومئتين ألف شجرة داخل كل مدارس الثلاث محافظات شجرة مسمرة؟ أشجار مسمرة وأشجار صديقة للبيئة فكان لزمن علينا كمجتمع مدني قوي بقوة الدولة المصرية أن احنا نقول للقاهرة العاصمة في احتياج شديد إلى زراعة الأشجار المبادرة بدأت بزيارة معالي المحافظ دكتور إبراهيم صابر محافظة القاهرة لمركز الوعي البيئي التابع لمؤسسة زراعة الشجرة وفي الزيارة دشن شجرة داخل مركز الوعي البيئي الزراعة شجرة وأنها دي كنوع من لفت الأنظار وتوجيه أنظار كل رؤساء الأحياء داخل محافظة القاهرة أن هم عليهم أن نبدأ بالقاهرة خضراء صديقة للبيئة القاهرة اللي كان بيتغنى بها العالم كله العاصمة الأولى في العالم أكثر جمالا وأكثر نظافة وأكثر تحضرا ورقيا طبعا وهتستمر بنفس اللي احنا بدأنا به وبدأت به الدولة المصرية علينا أن احنا نرجع الهوية البصرية زي ما محافظة أسوان ومحافظة اسكندرية يجاهد في القاهرة الهوية البصرية لشوارعنا أن هي تتجمل باللون الأخضر فبدأنا طبعا كمؤسس تزرع شجرة بأن احنا قلنا هنزرع ثلاث تلاف شجرة في أحياء القاهرة ودي مبادرة بأرقام أولية بدائية مئة شجرة لكل حي المئة شجرة دي نبدأ بأن نقول شارع أخضر صديق للبيئة نرصد شارع بكل مخالفاته بكل تجاوزاته ونبدأ أن احنا نصور ونوصق ما قبل أن احنا ندهن بلدرات ننظف الشوارع نزرع نشوف أعمدة الإنارة نشوف الرصد ما قبل التشجير وما قبله ونقول أن ده شارع أخضر نموزجي في كل حي هو شارع صديق للبيئة المبادرة مش فقط لزراعة الأشجار هي المبادرة تتماشى مع مبادرة فخامة سيد رئيس الجمهورية اللي هي بداية اللي احنا نبدأ أن احنا نوعي وننشر الوعي البيئي وننمي في كل اللي احنا بنشتغل عليه أن احنا نبدأ بداية للإنسان نوعي الوعي اللي هو المفروض دور المجتمع المدك وداخل كل حي نقول أن في مدارس خضراء صديقة للبيئة نعمل نموزج لمدرسة ونعمل نموزج لمستشفى حكومي مستشفى أخضر صديق للبيئة وده كان أن احنا بنزور رؤساء الأحياء بتكليف من معالي المحافظ القاهرة على أن احنا يساعدونك في أن احنا نقدر نوصل التلات حاجات واحد ندوة تتم على مستوى القطاعات لكل حي اتنين زيارات ميدانية لمركز الوعي البيئي اللي عندنا عشان يعمله زيه يبقى نموزج لمركز وعي بيه في كل حي تلاتة أن احنا نقوم بتتشين زراعة الشارع الأخضر أو ميت شجرة مع كل رئيس حي تلاتة أن احنا نقوم بتتشين زراعة الشارع